افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودا معرض أهل الرمضان بمنطقة العمارات بمدينة رأس سدر وذلك لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وشدد فودا على ضرورة توفر جميع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان مؤكدا تكثيف الحملات التنموية التموينية وضبط الأسعار كما تفقد محافظ جنوب سيناء ممشى 306 بكرنيج مدينة رأس سدر في إطار تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة وتوفير فرص عمل للشباب نحن النهاردة ده منفذ من المنافذ اللي هنفيك كسرين فيها الأسعار ومحتكرين الأسعار مفيش احتكارات عندنا دلوقتي أنا بس عايز أقول حاجة أن احنا بنطمن الشعب المحافظة أن السلع كلها متوفرة وموجودة وبكميات أنا دخلت دلوقتي شفت شولة رز شولة دقيق كل حاجة موجودة عندنا هنا وأسعار في متناول الجميع وبقى أقل من 25-22% وهي أيضا بالسرعة